مع ماتش مبارح شوية، الحقيقة فيه أكتر من نقطة عايز أكلم حضراتكم فيها ليه الكلام ده؟ لأنه في أوقات المطبط الصعبة بتظهر النواية وإحنا الحقيقة على مدار السيزن ده، خدوا بالحضراتكم إحنا هنا في نفس المكان في السادسة فيه أكتر من مناسبة سواء على مطشاط بعينها، مطشاط مهمة أو ما قبل مبارات مهمة كنا دايماً بنستعرض بالأرقام عشانياً بنحاول دايماً، يعني ممكن لما تكون الكلام وجهات نظر أو أراء تستحمل أن يكون فيها جزء من الهوى، جزء من الميول، جزء من حالة العاطفة والانتماء لكن الأرقام لا تجذب ولا تتجمل لما بنتكلم على الأهلي بالأرقام، بنقول أنه الأهلي محقق السيزن ده موسم استثنائي بكل المقاييس يعني إيه؟ يعني كل الأرقام القياسية المرتبطة بكرة القدم قدر النادي الأهلي أن يحققها السنة دي سواء على مستوى، مش بس على مستوى الدوري المحلي، لكن كمان على مستوى دوري أبطال أفريقي عشان كي أنا أقول لحضراتكم، الأهلي هو ملك أفريقيا الكلام ده، ونتمنى طبعاً ده يترجم بالفوز بالبطولة ودي رسالة مهم جداً نواجهها للعيب حالة الاطمئنان الشديدة جداً اللي وصلتوها لجمهوركم حالة الفرحة الكبيرة جداً بالنجاحات اللي الناس اللي همساها بشكل كبير جداً خصوصاً في فترة موسيماني من المرحلة التي تولى فيها موسيماني، احنا لعبنا مع موسيماني خمس مطشاط خمس مطشاط ولا أروع، خمس مطشاط أجمع فيها كل الجماهير الأهلوية على أنه الأهلي استعاد الروح واستعاد الشخصية ووصل وحقق فيها أهداف في مرحلة في منطقة صعوبة كات على الفريق وكات على الجهاز بعد عروض بمنطقة صراحة لم تكن تطمئن جماهير النادي الأهلي في إمكانية تحقيق الفوز بدوري أبطال إفريقي لكن النقلة حصلت وحالة الفرح والبهجة دي هتتنسي وتتمحي لقدر الله بأستيكا في حالة اخفقنا في تحقيق بطولة أفريقيا وكل الأرقام القياسية والإنجازات الحق هذا الجيل من اللاعبين في الموسم الحالي ستمحى وستذهب ولن يتذكرها أحد يتذكرها الجميع وتتذكرها أجيال وراء أجيال في حال ترجمتها لفوز بدوري الأبطال امبارح تفرح وتخاف امبارح تفرح عشان مش بس انت بتكسب الوداد زهابا وقيابا ومش بس بتعمل سكور على أعلى مستوى ومش بس بتتمتع بكورة حلوة لكن كمان انت شايف ان فرقتك كلها بقت هي النجم صعب جدا تقول الشناوي ولا أيمن ولا هاني ولا معلول ولا ديانج ولا السلية ولا أفشة ولا مروان ولا الشحات الفرقة كلها الحقيقة وده يحسب في المقام الأول والأخير لموسيماني خايف جدا 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 من حالة الفرحة وخايف جدا جدا من السكورة التقيل اللي بيحصل مع فرقة بحجم الوداد تاخد ثقاتنا في نفسنا ومعنوياتنا للسماء وتأثر على تحضرنا وتجهزنا للمباراة القادمة المباراة الأصعب زي ما قلت لحضراتكم والمباراة الأهم على مدار سبع مواسم كاملة مش بس بتكلم على الموسم الحالي درس مهم جدا من جول مروان محسن بارح زمان كنا بنقول للعيبة أو بنسمع الأجهزة الفنية والمتخصصين والمحللين بيقولوا لعيبة لعب على صفارة الحكم في هذا العصر لا ما تلعبش على صفارة الحكم ولعب على الفار وتخيلوا حضراتكم أنه مروان لو ما كانش كمل في الكرة أو ما كانش أحرز الهدف ولعب على راية المساعد أو النشاط الكرة باستهتر وكرة ما دخلتش كان ممكن تكون النتيجة وبالتالي درس مهم جدا أنك تكمل لغاية نهاية اللعبة وتشوف لقدر الله لو فيها حاجة الفار يحسنها الهدف بتاع حسين الشحات وبعيدا عن روعة الهدف وجملياته احنا يمكن اعتقد مصر كلها مبرح استمتعت بلحن عزف وحسين الشحات اللي بالمناسبة هو ده حسين الشحات اللي احنا بنستنعه هو ده حسين الشحات اللعب الذي يصنع الفارق وخدوا بالحضراتكم أنا بيتهيالي أنه حسين بمجرد ما استلم الكرة من أليو ديانج وهو محطوط تحت ضغط وهو بيعمل عمليات حسابية في دماغه في أجزاء من الثانية لأن الكرة دي بالكربون جات له في مباراة الزهاب وأخفق في أنه هو يحرز هدف وبالتالي كان في حساباته حضيع ولا هقدر أخلصها ده يعمل نوع من عنواع الضغط يعمل صعوبة في اتخاذ القرار مطلوب منك تاخده في جزء من الثانية ورغم كده حسين قال لحسين إلعب كورتك والحقيقة أن الراجل تقلق وأبدع وحط واحد أعتقد هيكون من أهم أهدافه على مدار مشواره الطويل نتمنى الحقيقة أنه هو يكون ناجح ونتمنى كمان هو يكون ممتد مع النادي الأهلي جملة أخيرة قبل ما أقفل كلامي على مباراة النهاية قدامنا فرصة كويسة جدا للإستعداد وخدوا بالحضراتكم أنه المشوار اللي اتحقق على مدار موسم كامل قابل في النادي الأهلي عدد كبير جدا من الصعوبات والعقبات وأنا بكلم أستاذة حليمة الدهوي في المغرب وبكلمها على تفسيرهم أو تفندهم لأسباب الخروج القاسي لفريق بحجم الوداد المغربي أمام الأهلي قالت لي غياب عنصر واثنين وثلاثة واربعة السيزن الحالي ده غاب عن النادي الأهلي لأسباب كتير جدا مش هقود فيها فرقة كاملة فرقة كاملة وده ما منعش النادي الأهلي من هو يواصل مسرته النكحة الأهلي لا يقف على أحد النادي الأهلي بطل أين كان من يمثله وهي ده شخصية وهو ده كيان وهي ده روح النادي الأهلي السيزن ده واحد من أصعب المواسم مش بس كمان عشان الغيابات لكن كمان عشان فترة توقف صعبة جدا وطويلة جدا تأثر وأثرت بالفعل على كل الفرق وعلى الرياضة وعلى الكرة في العالم ورغم كده لم تتأثر مسيرة النادي الأهلي واستمرت المسيرة النكحة سواء على مستوى البطولات المحلية أو على البطولات القرية البطولة الأفريقية كل التمنيات فرصتنا جبيرة جدا ولم نكن في لحظة من اللحظات أقرب لتحقيق حلم دوري الأبطال زي ما إحنا في هذا الموسم الحالي والأهلي تحت قيادة الموسماني وبنجومه قادرين إن شاء الله على حسب البطولة وتحقيق النجمة التسعة الأهلي ده حياتنا